بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء طلبة العلم المباركين تلقيت دعوة مباركة من الإخوة المشرفين على التوعية الشرعية في المسجد الحرام بإشراف معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن السديس رئيس شؤون الحرم المكي والحرم المدني وفقه الله وإياكم وإياهم والجميع تلقيت هذه الدعوة لإلقاء درس علمي وقد وقع الاختيار على منظومة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله جل وعلا في القواعد الفقهية وهذه المنظومة المباركة هوت قواعد شرعية علمية من قواعد الفقه ومن قواعد أصول الفقه ومن ضوابط الفقه وهذا ديدن أهل العلم فأهل العلم من قديم يجمعون بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية والضوابط الفقهية تحت عنوان القواعد الفقهية وهذا أيضا معروف عند أهل العلم في الفنون الأخرى أعني أن يكون الفن مجتملا على فروع عديدة ويسمى بأحدهما إن كان فرعيني من باب التغليب فقول العلم القواعد الفقهية ما خلى مؤلف ألفه أهل العلم في القواعد الفقهية إلا وقد اجتمل على قواعد أصولية وعلى ضوابط فقهية وعلى فروق أيضا على فروق فقهية ومنظومة الشيخ السعدي هي ماشية على هذا المنوال وليست بدعا عما سبقها بل ماشية على ما سبقها وقد اختصت وتميزت بالنظم السهل الجيد اليسير للحفظ القليل في الألفاظ الكثير في المعاني الغزير في الدلالات المجتمل على فوائد ومنافع وعلوم وفنون طيبة مباركة من فنون الفقه والنظم عادة سهل للحفظ يسهل على طلبة العلم أن يحفظوا النظم أي أن كان ذلك النظم ولا سيما نظم الشيخ بن سعدي فإنه سهل العبارة يسير يحفظ بإذن الله جل وعلا يسير في الألفاظ ظاهر في المعاني والدلالات بعيداً عن الغريب والحشوي والوحشي من مفردات اللغة وقواعد الفقه كما تعلمون من العلوم النافعة هي وقواعد أصول الفقه وكذلك الظوابط الفقهية وعموماً فنون القواعد من الفنون النافعة سواء كانت قواعد في أصول الفقه أم كانت قواعد الفقه أو قواعد في الفقه أم كانت في النحو أم كانت في مصطلح الحديث أم كانت في أي علم من العلوم ولا سيما أيضاً إذا نظمت كما هو حال شيخنا رحمه الله جل وعلا عبد الرحمن بن سعدي الذي نظم ألف هذا النظم المبارك وقد عني أهل العلم ولا سيما في بلدنا المبارك المملكة العربية السعودية وكذلك عني طلبة العلم في داخل المملكة وفي خارجها بهذا النظم حفظاً ودرساً وتدريساً وتعليقاً وشرحاً وكتابةً وتحقيقاً لبعض الألفاظ وهذا من فضل الله جل وعلا على شيخنا المبارك رحمه الله وعلى طلبة العلم ويدل أيضاً على حسن نية والصلاح طوية من مؤلفه رحمه الله جل وعلا وممن عني بهذا النظم فضيلة الشيخ العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله وهو من تلاميذ الشيخ بن سعدي بل يعد كما ذكر ذلك في ترجمته وترجمة شيخه وترجمة شيخه يعد من أخصة الله بالشيخ أكثرهم خصوصية به وملازمة له وربما إذا ذكر الشيخ بن عثيمين التلميذ ذكر الشيخ بن سعدي الشيخ وإذا ذكر الشيخ بن سعدي ذكر الطالب التلميذ الشيخ محمد رحمهم الله جميعاً وقد علق على هذا النظم وشرحه في كتاب متوسط الحجم يميلوا إلى الكبر وفيه فقه غزير وفيه تعاليق نافعة وفوائد جمة وفوائد جمة وفيه تعاليق نافعة وفوائد جمة وفيه تأصيل من الكتاب ومن السنة ومن فقه السلف الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم وكذا من فقه المذاهب الأربعة وخاصة فقه الدليل عني الشيخ بن عثيمين في تعليقه على منظومة شيخه عني بفقه الدليل بفقه الكتاب والسنة وهذا منهج في المدرسة السلفية منهجها المدرسة السلفية هي أتخرج عن فقه المذاهب الأربعة ولسيما فقه الإمام أحمد رحمه الله ولكن ولكن كثيرا من آئمتها ورجالها ينحون منح فقه الحديث فقه الدليل فقه الدليل فقه الكتاب والسنة مع التزامهم رحمهم الله بقواعد أهل العلم وبأصول أهل العلم وبمنهج الأئمة الأربعة وخاصة منهج الإمام أحمد في الفتية في الاستدلال وفي الاستنباط وفي الأدلة وفي التخريج أعني تخريج الفروق على الأصول أو تخريج الفروق على الفروق أو تخريج الأصول على الفروق فالتخريج في فن الفقه وأصوله يمكن أن ينقسم في الجملة إلى ثلاثة أقسام وقد يكون أربعة تخريج الفروق على الأصول وتخريج الأصول على الفروع وتخريج الفروع على الفروع والقسم الرابع تخريج الأصول على الأصول هذا ربما يكون أقلها من حيث التطبيق والمسائل والمشهور هو تخريج الفروع على الأصول تخريج الفروع على الأصول هذا هو المشهور وإن كان بجانبه وخاصة عند أتباع المذاهب بعد الأئمة الأربعة رحمهم الله تخريج الفروع على الفروع هذا مشهور في فقه المذاهب هذا مشهور في فقه المذاهب فإذن هذه المنظومة حوت قواعد فقهية وقواعد أصولية وضوابط فقهية وقلت لكم إنها قد إن الشيخ ابن عثيمين الشارحة والمعلق على هذا النظم قد عني بفقه الحديث وعني بفقه التأصيل وعني بضرب الأمثلة والشواهد مما سلف عند الأئمة عند فقهاء المذاهب وعند من ألف في كتب في قواعد الفقه أو في الأشباه والنظائر أو في القواعد الأصولية وفروعها والتخريج عليها أو الفروع التي في فقه المذاهب خاصة الفقه الحنبلي أو كذلك من الأمثلة المعاصرة التي حل بها الشيخ رحمه الله تعليقه هذا على هذا النظم المبارك وهذا التعليق النافع رحمهم الله جميعا رحم الله مؤلف النظم ومؤلف التعليق ورحمنا الله وإياكم وإياهم وجميع المسلمين والحمد لله على فضله وإحسانه إلينا نحن طلبة العلم بما قدمه لنا شيوخنا من أهل العلم ممن سلف وممن خلف ولسيما من المدرسة السلفية التي أئمتها الأئمة الأربعة أبو حنيفة النعمان ومالك بن آنس إمام دار الهجرة ومحمد بن إدريس الشافعي المطلبي وإمام أهل السنة في عصره وما تلاه الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل رحم الله الجميع رحمة واسعة القواعد الفقهية أو القواعد الأصولية أو قواعد النحو أو غير ذلك قد تسمى الأصول وذلك لوجود المعنى اللغة والمشترك بين لفظ قاعدة ولفظ أصل وقد يكون في المعنى الإصطلاحي عند النظر الدقيق ما يفرق به بين الأصل والقاعدة بين الأصل الفقهي والقاعدة الفقهية وأما من حيث النظر الواسع العام الشامل فالأصول والقواعد منحاهما واتجاههما واحد هذه الكلمة مؤلفة ومركبة من لفظين قواعد الفقهي فقواعد جمع قاعدة والقاعدة تطلق على الأصل حسياً كان أم معنوية وقد ورد إطلاقها في الحسيات كقولك قواعد البيت وإذي رفعوا إبراهيم القواعد من البيت فأتى الله بنيانهم من القواعد فخرى عليهم السقف فهذا حسي وتطلق على المعنويات كقولك قواعد الفقه أو قواعد أصول الفقه قواعد النحو قواعد التفسير قواعد الحديث إلى آخره قواعد الجرح والتعديل إلى آخره وكذلك ورد أيضاً تسمية إطلاق القواعد في المعنويات كقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بني الإسلام على خمس بني الإسلام على خمس يعني خمس قواعد فإن العدد المؤنث تمييزه مؤنث فإن العدد المؤنث تمييزه مؤنث تقول خمس فيكون تفسيرها من جنس المؤنث خمس قواعد وهكذا خمس نساء خمس حبات كذا وكذا سبع سبع سنابل سبع ليال خمس ليال وإذا قلت خمسة أو سبعة أو ثمانية كان تمييزه مذكرا ثمانية أيام ثمانية رجال سبعة أيام وهكذا فقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مني الإسلام مني الإسلام على خمس أي على خمس قواعد على خمسة أصول وهكذا والمعنى الإصطلاحي للقاعدة من حيث هي مجردة عن ما تضاف إليه لأن اللفظ بدون إضافة يكون عاما وشاملا فإذا أضيف دخل عليه التخصيص والاختصاص بسبب الإضافة فإذا أضيف قلت قواعد النحو تخصصت هذه القواعد بهذا الفن إذا قلت قواعد الفقه تخصص لفظ القواعد هنا بهذا الفن أعني الفقه إذا قلت قواعد الأصول أو قواعد أصول الفقه تخصص هذا اللفظ العام بفنه وهكذا قواعد التفسير قواعد الحديث إلى آخره فالقواعد في المعنى الإصطلاحي حكم كلي أو قضية كلية لنخرج من الحكم لأن الحكم فيه معنى الخصوص وليقل قضية كلية فالقضية الكلية هذا عام يشمل هذا الفن يشمل القواعد في أي فن كانت حتى لو كانت في الرياضيات في الجبرى والمقابلة في الفيزياء في العلوم في كذا إلى آخره قضية كلية فأما بعد الإضافة إلى الفقه فإنها تتخصص بفن الفقه ولو من باب الغلبة ولو من باب الغلبة ولكن لا يضم ولا يجمع إلا ما كان متشابها في الجملة فما يمكن نضم قواعد علوم الرياضيات أو علوم الاجتماع أو كذا وكذا إلى قواعد الفقه لكن ممكن نضم قاعدة أصولية أو قاعدة نحوية أو قاعدة لغوية نضمها إلى قواعد الفقه وذلك لاندراء للتشابه بين قواعد الأصول وقواعد الفقه وأيضا هناك من قواعد اللغة سواء كانت نحوا أم صرفا أم بلاغة أم فقه اللغة أم علم الاشتقاق إلى آخره هناك ما يكون مندرجا في القواعد الفقهية أي بجامع بناء الأحكام الشرعية العملية عليها الفقه في اللغة الفهم وقيل الفهم الدقيق فإما أن يكون الفهم المطلق أو قل مطلق الفهم هناك فرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء وقد جاء معنى الفقه بالفهم جاء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ليتفقه في الدين ليفهموا في الدين ليتفهموا ليعلموا وإطلاق العلم على الفقه هذا أيضا بحسب الغلبة أو قل بحسب الاعتبار في الجملة والفقه منه ما هو علم ومنه ما هو ظن هذا بناء على معنى العلم على معنى الخاص أما بالمعنى العام فيطلق العلم على الظن إلى آخره لعله يأتي إن شاء الله تفسير ذلك بقول فيه بسط بإذن الله جل وعلا في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى جاء أيضا إطلاق الفقه على الفهم قول الله جل وعلا وحلل عدة من لساني يفقهوا قولي أن يفهموه وقول قوم شعيب لشعيب عليه وعلى نبينا صلاة والسلام ما نفقه كثيرا مما تقول أي ما نفهم وهذا راجع إلى عيب فيهم وليس إلى ما خاطبهم به شعيب ولا في خطاب شعيب عليه وعلى نبيه صلاة والسلام فشعيب وأنبياء الله جميعا عليهم صلاة والسلام أهل فصاحة وأهل بلاغة وأهل بيان كل نبي بلسان قومه فهو بليغ بلسان قومه وهو فصيح بلسان قومه وهو مبين بلسان قومه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم هكذا قال الله جل وعلا وشعيب يعرف بأنه خطيب الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام ولكن لما غلبهم الهوى واستعلى عليهم عميت بصائرهم عميت بصائرهم وعمي عليهم البيان والله المستعان وأما الفقه في الإصطلاح فقد قيل العلم وسيأتي وقد قيل الظن وقد قيل المعرفة والمعرفة أوسع وأعم وأشمل فإذن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية فالمعرفة أوسع من العلم ومن تشمل العلم والظن تشمل العلم والظن والظن هو رجحان أحد الطرفين على الآخر وأما العلم فهو الإدراك الجازم المطابق لحقيقة الشيء على ما هو عليه الإدراك الجازم المطابق لحقيقة الشيء على ما هو عليه هذا هذا هو العلم الصحيح هذا هو العلم الصحيح إدراك الشيء إدراك جازما على حقيقته وما هو عليه الاعتقاد الجازم فحينئذ يكون الفقه شاملا لما هو معلوم من الشريعة إما بالضرورة وإما بالنظر والاستدلال وإما ما هو مظنون فيها والظن إما راجع إلى الدليل أو إلى الدلالة والظن يرجع إما إلى الدليل وإما إلى الدلالة وعلى ذلك يكون رأي العالم أو اجتهاده يكون ظنيا بسبب ظنية الدلالة أو ظنية الدليل أو ظنية الفهم وظنية الفهم راجعة إلى ظنية الدلالة فحين إذن تكون قواعد الفقه إذن الآن عرفنا اللفظتين المفردتين فأما تعريفهما بمعنى بمعنى واحد لقبا فتكون قواعد الفقه حكم 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 شرعي عملي أغلبي حكم شرعي عملي أغلبي فالحكم المراد الحكم المراد به هنا الشرعي وينقسم إلى تكليفي وإلى وضعي وينقسم إلى تكليفي وإلى وضعي وإن كان الغالب عند الإطلاق هنا أن المراد الحكم التكليفي إذن حكم شرعي شرعي خرج به ما ليس بشرعي كالحكم النحوي كقول النحاة الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب وهكذا حكم شرعي عملي العملي خرج به الحكم الشرعي الاعتقادي وهذا بعد الإصطلاحات بعد أن انقسمت الشريعة من حيث الإصطلاحات إلى عقيدة وإلى فقه وإلا فكلها الشريعة وكلها حكم الله جل وعلا وحكم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وما واجتهاد العلماء من اجتهد فيه العلماء فهو راجع بالغلبة إلى حكم الشريعة من حيث إنه مستنبط منها فأما الحكم القطعي المعلوم قطعا فهذا حكم شرعي لله ولرسوله ومن الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم حكم شرعي عملي أغلبي أغلبي هذا قيد في القواعد الفقهية على وجه الخصوص وفي الضوابط الفقهية ويخرج بهذا القيد القواعد الأصولية كما أنها تخرج بكلمة حكم فإن القواعد الأصولية موضوعها الدليل كما سيأتي التفريق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية سيأتي في حلقة آتية إن شاء الله جل وعلا إذن القواعد الفقهية على التعريف المشهور وهذا التعريف يراعى فيه طبيعة القاعدة الفقهية فإن طبيعتها فإن طبيعتها أغلبية أكثرية وليست كلية قطعية منطبقة على جميع جزئياتها ليست كذلك بل هي أكثرية أغلبية وهي ظنية إما من حيث الدليل وإما من حيث العموم والشمول هذا هو التعريف المشهور وهناك من ينظر إلى القواعد الفقهية أنها قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها وهذا التعريف قد يصدق على القواعد الخمس الكبرى الأمور بمقاصدها المشقة تجلب التيسير اليقين لا يزول بالشك لا ضرر ولا ضرار أو الضرر يزال أو قاعدة الضرورة وقاعدة العادة محكمة وهذه القواعد الخمس في الحقيقة تنحو منح الأدلة ولهذا جعلها بعض العلماء في ترتيبه في كتب أصول الفقه جعلها بعد الأدلة الشرعية المعروفة والأدلة الشرعية حصرها بعض العلماء ومنهم القرافي رحمه الله أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي المالكي حصرها في تسعة عشر دليلا وقد اختصر في أقل من ذلك عقب بعض العلماء الأدلة الشرعية بهذه القواعد الخمس وهذه القواعد تصلح أدلة ولهذا بعضهم نظر إلى أن قواعد الفقه راجعة إلى هذه القواعد الخمس القواعد الأخرى أو متفرعة عنها فاعتبرها كأنها القواعد الخمس كأن قواعد الفقه مع أن بعض العلماء أوصلها إلى مئات وبعضهم توسع في لفظ القاعدة حتى أطلقها على الفرع والفرعين مثل الحافظ بن رجب رحمه الله في قواعده وبعضهم أطلقها على الضوابط وبعضهم أطلقها على الأشباه والنظائر وكتب الأشباه والنظائر أو كتب القواعد تشمل كما قلت لكم أيضا الفروق ولهذا العلم الفقه عند العلماء هو الجمع والفرق إذن من العلماء من عرف القواعد الفقهية بأن حكم كلي منطبق على جميع جزئياته وهذا في الحقيقة يكون إذا يكون مستقيما إلى قدر كبير في القواعد الخمس وربما يستقيم في جملة من القواعد فيها عموم وشمول تقرب من القواعد الخمس نقف عند هذا القدر صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ونستكمل إن شاء الله جل وعلا في حلقات قادمة التفريق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية استمداد القواعد الفقهية فوائد القواعد الفقهية وبعد ذلك نشرع في شرح بعض القواعد التي اجتمل عليها نظم شيخنا رحمه الله بن سعدي على حسب ما يسمح به الوقت في الحلقات القادمة والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة